موسيقى بايولاب نظم الحمل بتخفف الحمل شاهدين أسعد الله أوقاتكم بكل خير إليكم الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة الأجواء صافية تظهر بعض السحب والأجواء أيضا باردة درجة الحرارة الصغرى المتوقعة هذه الليلة في عمان ست درجات مئوية بينما درجة الحرارة الصغرى الملموسة هي 2 درجة مئوية أحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم الأربعاء تنشط الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية تزيد من الإحساس بالبرودة رغم أنه راح يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وستسجل العظمى يوم الأربعاء بحدود 15-16 درجة مئوية أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة على الأقل ما بين درجة إلى درجتين مئوية والأربعاء ليلا تكون الأجواء باردة غائمة جزئيا والحرارة الصغرى المتوقعة بحدود 7 درجات مئوية يوم الخميس يطرأ انخفاض واضح وكبير على درجات الحرارة الأجواء غائمة جزئياً غائمة في المناطق الشمالية غائمة جزئياً في المناطق الوسطى في احتمال في فرصة لسقوط أمطار أو زخات رعدية من المطر في المناطق الشمالية واحتمال سقوط زخات متفرقة من المطر في المناطق الوسطى لكن المناطق الجنوبية في هناك رياح مثارة وأتربة وغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية والخميس ليلة الأجواء باردة غائمة تسقط زخات متفرقة من المطر والصغرى المتوقع أربع درجات مئوية يوم الجمعة أيضا أجواء مغبرة وغائمة جزئيا وباردة انخفاض آخر على درجات الحرارة يحدث يوم الجمعة لأن تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة جدا وبالتالي تكون الأجواء باردة درجات الحرارة أقل من معدلها بشكل واضح ما بين 6 إلى 8 درجات مئوية العظمى المتوقع 8 درجات مئوية وصباح يوم الجمعة في فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قاصة المناطق الشمالية والوسطى يوم الجمعة ليلا أيضا الأجواء باردة وغائمة جزئيا وتسقط زخات متفرقة من المطر والصغرى المتوقع ما بين 4 إلى 6 درجات مئوية ملخص الأحوال الجوية المتوقع للثلاثة أيام القادمة يوم الأربعاء رياح شرقية نشطة مثيرة الغبار والأتربة وأيضا تزيد من الإحساس بالبرودة يوم الخميس زخات متفرقة من المطر خاصة في شمال المملكة لكنها بتكون أخف شدة في المناطق الوسطى وأيضا غبار يوم الجمعة وزخات من المطر خاصة مساء يوم الجمعة وليلة الجمعة والسبت وصباح السبت أمطار متفرقة بإذن الله أعزائي المشاهدين من طقس العرب لكم تحية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة